فيروس كورونا معض للغاية وأسوأ من الإيبولا بكثير حيث يمكن التقاطه بمجرد التحدث مع شخص ما هذا ما أكده العالم البلجيكي بيتر بيوت مكتشف فيروس إيبولا محذرا من السرعة التي ينتشر بها كورونا والعدد الكبير من حالات الإصابة المكتشفة يوميا هذا أسوأ بكثير من إيبولا الذي يتطلب اتصالا وثيقا للانتقال ولكن كورونا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي وهو معض للغاية ويمكن التقاطه بمجرد التحدث إلى شخص ما بيوت كان ساوى بين تفشي كورونا والإنفلوانزا الإسبانية التي أصابت 500 مليون شخص في العالم عام 1918 وفتكت بنحو 50 مليون منهم الأمر وكأنه يعود إلى زمن الإنفلوانزا الإسبانية حيث قتل 50 مليون شخص ومع ذلك فاليوم لدينا مضادات حيوية يمكنها علاج الالتهاب الرئوي ونحن مجهزون بشكل أفضل وحسب بيوت فإن الفيروس يمكن أن يسبب أمراضا أكثر حدة لا سيما لكبار السن والذين يعانون مشاكل صحية مزمنة وهو ما أكدته منظمة الصحة التي توقع التعافي الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف خلال أسبوعين بينما قد يستغرق الأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى أكثر من ثلاثة أسابيع نوال عياض العربية ترجمة نانسي قنقر